السلام عليكم عندك جراج وعاوز يفتح اوتوماتك لما عربتك توصل؟ ما عندكش جراج ومش عاوز يفتح اوتوماتك لما عربتك توصل بس عاوز تعمل المشروع ده واتبيعه الواحد عنده جراج برافو تعرف كده احسن؟ طبعا احسن ايا كا الفيديو تليك تعالا نفكر في التريال للمفروض البرنامج يشتغل بها انا ايه هدفي؟ لما العربية تيجي اخد صورة احلل الصورة وطلع منها رقم اللوحة اشوف اللوحة متسجلة عندي ولا لا لو متسجلة افتح الباب لو لا عادي متعملش حاجة او ابع تنظار اولا طبعا ما فيه صور هنستعمل راسبري باي تعالا بقى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي طيب هعرف ازاي العربية جات ولا لا والله ايه التحدي هنا ان عندي حلول كتير او الحقيقة يعني مثلا ممكن نستعمل التراسونيك ونثبته قدام الباب بحيث لما العربية تقف قدام الباب نعرف من خلال قرية التراسونيك ممكن نستعمل حساس حركة PIR بحيث لما العربية تعد على مكان معين الحساس يقول لي والله الحلين دو شغالين فعلا لكن ايه اللي يحصل لو راجل وقف قدام الحساس او قطة او اي حاجة هيحصل تفعيل خاطئ للبرنامج وده بيبقى اسمه false positive واسباب تانية كتير بتخلي استعمالات الاتنين دول مش لطيفة ومش الاختيرة الاول طيب عندنا اختيارات ايه تانية والله ممكن نخلي كاميرا على الباب تاخد صورة كل ثانية وتحللها وتشوف في عربية في الصورة لا لا الموضوع ده اسمه object detection فكرة كويسة اوي الصراحة وفعالة ومش هتطلع false positive كتير او مش هتطلع خالص بس الصراحة الراس بيري اللي هتعمل كده هتصعب عليها لان عمليات معالجة الصور او image processing تقيلة نسبيا مهما كانت الطريقة اللي انت بستعملها شطرة وسريعة الحل الرابع للموضوع ده اننا نستعمل laser sensor قبل ما تزعى وتقول لي ما هو زي الحل الاول والتاني هتطلع false positive كتير برضو اقول لك معك حقي جدا ولكن انا بكون مرتاح مع استعماله الحقيقة والتعامل معه سهله بسط جدا ومع شوية زكاء في مكان تركيبه ممكن تاخد منه اداء كويس فبس خلاص هنستعمل laser sensor بس يا معلن بقى هنستعمل laser sensor ونستنى لحد الليزر ما يدينا اشارة ان في عربية جات فبس خلاص في عربية جات اهو عايزين بقى ناخد الصورة سهل الموضوع ده جدا هنوصل الكاميرا بالراس بيري وناخد صورة بسيطة طيب درقتي معايا الصورة عايز اطلع منها بيانات اللوحة اول حاجة جربتها ان اعمل الموضوع ده من الصفر عن طريق ان اطلع الجزء اللي في الصورة اللي في اللوحة واعمل عليه OCR او Optical Character Recognition اللي هو يعني اتعرف على الحروف اللي في اللوحة الجزء ده اخد مني لفه ودعب كتير وكنت مصمم اعمله بس طبعا ده كان قرار غبي لان في الوقت ده كنت محتاجة اسلم المشروع للعميل مش ان اتعلم في المقام الاول تراجعت عن اطلع الغبيه ده وجات لفكرة ليه ما شوفش حد عمل المشروع ده قبل كده واخد منه الجزء ده خصوصا ان الموضوع مشهور اكيد وناس كتير فكرت فيه وقد كان ولقيت موقع بيقدم الخدمة ده مجانة بتبعط له الصورة وكزم علومة كمان وبيرد عليك بتخمينه على رقم اللوحة والنتايج كانت مزهلة الصراحة الموقع اسمه Open A LPR وحتلقه تفاصيل زيادة واحنا بنشرح الجود بس يا سيد وصلنا اخر جزء وهو ان نشوف اللوحة متسجلة عند في قعدة البيانات ولا لا وده معانا اننا محتاجين قعدة بيانات الاول نسجل فيها اللوحات المسموح بيها عشان كده عملت لها سكريبت مخصوص بشكل مبسط وممكن تستعملوا في اي مشروع في قعدة بيانات كده يبقى خلصنا تصور المشروع يلا بقى نشوف الكود معلش برضا هنشرح الكود عالسريع عشان الموضوع ما يكونش ممل والشباب المهتمين بالتفاصيل حيلو لينك المشروع علي جيتها بتحت وانا مرحب باي سؤال او استفسار هنا بتبدأ الدورة الاساسية بتاعت البرنامج الدلة دي بتوقف تنفيذ البرنامج لحد ما تيجى عربية والجزء ده مسؤول ان يلتقط الصورة لما تيجى العربية ويحفظ الصورة هنا الجزء المسؤول عن ضغط الصورة عشان يتم رفعها للموقع وهنا الجزء المسؤول عن التواصل مع الموقع بحيث انه يبعد الصورة وشوية معلومات واستلم التخمينات من الموقع والفلتر ده بنتأكد ان الصورة كان فيها عربية وان الحالة ما كانتش فولس بوزيتف من البداية الجزء ده مسؤول عن تسجيل التخمينات اللي بعتها الموقع علينا عشان نقدر نشتغل عليها في باقي المشروع وهنا بيتم طباعة التخمينات على الشاشة ودي الدلال اللي بتبحث في قاعدة البيانات وتشوف اذا كانت اللوح موجودة ولا لا لحد هنا نكون خلصنا الفيديو بشكر كل الناس مرة ثانية واختص بالشكر للناس الجميلة دي اللي دايما مشجعاني وفي انتظار ان علاتنا تكبر اكتر واكتر لو الفيديو كان مفيد تقدر تشاركوا مع الناس المهتمين دمتم طيبين السلام عليكم